المواطن العراقي للأسف يأن هالمرة كل مرة ندعو يا رب احفظ العراق من الشمال إلى الجنوب يا رب المواطن العراقي يأن ومشرد وممتهن من الشمال إلى الجنوب يعتقل في كردستان بسجون لأنه صاحب رأي أو لأنه غطى مظاهرة لأهله وأبناء جلتة لأنه يريد توزيع رواتب لأنه قد يكون مدفوع لكن السلطات تتعامل معه بأول الدواء الكي أول الدواء الرصاص الحي أول الدواء الاعتقال والمصير المجهول الذي قابله نروح بعدين نمر بالعراق من السليمانية إلى أربيل إلى أدهوك للموصل نشوف المواطن العراقي متبهذن شيء بمخيمات النزوح وشيء يركض وراء العيشة وشيء لحد الآن مسجون بتهمة أنه أكو مخبر سري وناس على مود طيلي تموت لأن أكو واحد كل شيء في الحياة فالتو والسلطة حلوة والرتبة حلوة فيكت الواحد اثنين ببغريب ننزل 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 إلى أن نشوف المآسي في بابل والنجف وكربلة والسماء والديوانية ونصل إلى عمتنا البصرة نخلة العراق الباسقة لكن للأسف صار هيوم بدون كهرباء والمحافظ ما نعرف عايش عيشة المواطن البصري كل الحكومة المحلية عايشين عيشة المواطن البصري اللي يبلى كهرباء النواب اللي ينوبون عن البصرة في كل دورة انتخابية عايشين عيشة المواطن البصري هاي اليومين شاف المر والضيم بالهارثة وبالحيانية وبالابراضعية وبهواء من المناطق واللسان الملحدة يمتد والبصرة ما نعرفش وقت تقول عذروني يا عمه وصلت حدها بعد ما بيحيل وتموت البصرة ويمكن يموت العراق وبعدين فت خمسين سنة يجون يقولون كان هناك شعب اسمه العراق ان شاء الله ما نوصل اصوات قوية وجريئة رح تستمر ان شاء الله